الزمالك نادي الزمالك طبعاً بيواصل استعداداته القوية لمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي في بطولة العربية بالتحديد والاستعدادات متواصلة بشكل مميز وتدريبات نادي الزمالك بشكل مبكر جداً الراجل عامل تدريبات الساعة 8 الصبح أسوريو ليه؟ واضح أنه عايز إيه؟ عايز اللعبات نام بدري ياخدوا كفايتهم من نوم لما يتمرنوا بدري فمتكمل اليوم تضطر أنه غزباً عنك طبيعي تروح نايم بدري فتصحى بشكل مبكر هو الراجل يحاول يبقى فيه نوع من أنواع الالتزام يضمن اللعبة وانتظهرش حتى لو غزباً عنها عشان كله يبقى مهيئ نفسه بالشكل الأمثل لبداية وانطلاقة بإذن الله أحد أحد تكون مناسبة وتتناسب مع اسم وقيمة وحجم النادي الزمالك في بطولة العربية خصوصاً أنه حتى قابل فريق زي اتحاد المنستيري فريق محترم جداً وقوي وعمل تدعمات أكثر من رائعة بالتحديد في خط الهجوم جايب لاعب إفواري أعتقده جايب صفقات قوية جداً جداً في الحقيقة لكن في نفس الوقت نادي الزمالك يقدر أنه يتخطى أول عقبة أمام الاتحاد المنستيري بالمناسبة نادي الشباب اللي حيقابله نادي الزمالك الشباب السعودي في المبارات الثانية برضو مش في أفضل حالاته مش في أفضل حالاته يقدر نادي الزمالك برضو يتخطى هذه العقبة بغض النظر بقى عن مبارات النصر اللي حيقابله نادي الزمالك وهو كنصر سعودي مليء بالنجوم على رأسهم طبعاً كريستيانو رونالدو لو نجح النصر في قيد لعبيه الجدد قبل مبارات نادي الزمالك لكن مؤكد أن النصر حيبقى فول تيم في مبارات يوم 3 أغسطس بين الزمالك والنصر المبارات المرتقبة وللكل حيبقى عايز يتباح لأنه طبعاً في رئتين كبار في الأول وفي الآخر وطبعاً نجم كبير زي كريستيانو رونالدو هتكون في أول مواجهة بالنسبة له مع عندي مصرية أنا هو قابل منتخبنا قبل كده بس هيقابل نادي كبير بحجم نادي الزمالك بالتالي الاستعدادات متواصلة بخلاف طبعاً المنقشات المستمرة ما بين أسوريو وجهازه المعاون بخصوص الاستراتيجية اللي ممكن يبتدي بها مبارات الاتحاد المنستيري بكراً إن شاء الله حيكون الاجتماع الفني الساعة 3 العصر اللي حيجمع دايرين بتوع نادي الزمالك وأيضاً الاتحاد المنستيري بأعضاء الاتحاد العربي ومنظم البطولة للتنصيق بخصوص كل ما يتعلق بمبارات الزمالك والاتحاد المنستيري يوم الجمعة الساعة 6 مساء بإذن الله تعالى كل التوفيق للمارد الأبيض أو النادي الزمالك طبعاً القلع البيضاء والفرقة الكبيرة الجهاز الفني النهاردة بالنادي الزمالك اكتفى بتدريبات بدنية لمحمد صلاح هازاكي اللي عبي لوصل النهاردة بالسلامة والانضم لقايمة نادي الزمالك بتوصية من أسري وبعدما أنهى كل إجراءات السفر واخد تصريح السفر بالنسبة له فانضم النهاردة لقايمة نادي الزمالك اللي كان تم الإعلان عنها سابقاً القايمة الخالية من أي صفقة جديدة بل زي ما احنا كنا متوقعين أن عودة المعارين المعارين هم اللي هيدعموا صفوف نادي الزمالك في طول العربية لكن الزمالك حتى ما استغلش حاجة زي كده ومعات نين بس من المعارين اللي رجعوا يعني أبرزهم حمدي علاء فبالتالي الموضوع ده يا جماعة غريب شوية لأن ناس كتير جداً ناس كتير جداً كما بتطلع تقولك إيه احنا هنجيب صفقات واقل حاجة ثلاث صفقات والزمالك هيخش البطول العربية معها ثلاث صفقات ووحوض وكلام قد كده بيطلع في وسائل الإعلام عن طريق مسؤولين جوه نادي وأعضاء في الإدارة أو اللجنة الفنية المسؤولة عن كرة القدم في نادي الزمالك أو في ريق أو لكرة القدم ومع ذلك فيش أي حاجة حصلت يعني فيش أي صفقة حصلت في الوقت اللي كل الفرق اللي موجودة في البطولة دعمت صفوفها بشكل مميز لكن هو ده الوضع الحالي يعني هو ده الوضع الحالي